طيب سؤال تاني بقى ده سؤال مهم جدا وإحنا منبقى كأمهات مرعوبين إن الامتحاني بقى طويل والوقت ما يكفيش إزاي الطالب يحاول يقسم الامتحان على قد وقته يعني ينصق بحيث إنه الوقت ما يخلصه يبقى هو لسه في أول سؤال ولا تاني سؤال طبعاً وفي النظامات الجديد أكتر حاجة ممكن يوقفها الطالب الشاطر هو إنه بيحسب الأسئلة قبل ما يخش الامتحان يعني مثلاً سيهي مثلاً هو بيقولك إن الامتحان الكيهة مثلاً 6 و 40 نقطة 50 نقطة كيميا فيزياء أحياء والمواد دي كده فبيبقى داخل من الأول حاسب الوقت يعني يقولك 180 دقيقة على 45 سؤال أو 50 سؤال فيقولك معدل السؤال 3-4 دقيقة لا أمتحسبش كده هو أنت ممكن سؤال ياخد معك دقيقة ممكن سؤال ياخد معك 5 دقيقة ممكن يبقى أنت من حظك النموذج اللي جاي لك أول 3-4 نقط صعبين فو تخش على بعد وما تعودش بقى تعيط وحلم راح وحلم مش لا أنت السؤال الصعب اللي قابلك شوف غيره وابدأ اتعامل مع الامتحان بسلاسة أهم حاجة ما تخافش سك في نفسك يعني فيه فنانين كثيرة جداً منهم طبعاً وزاحمة حلمي راجل ده يعني سقط 3-2 سنة وعامة بيساب الخوف أيوة هو بيدينا درس في الحواردة دلوقتي إن أنت لازم ما تخافش خلي سكتك في ربنا كثيرة وكبيرة طبعاً أنت مش مسؤول عن النتيجة أنت عملت اللي عليك وإحنا وصكين فيك بس أنت إيه ده أثناء الامتحان يعني اللي يلاقي سؤال صعب ولقى التاني صعب يعني يسيبهم دلوقتي يسيبهم للآخر خالص يبتدي في السؤال اللي بعد يعني يحل اللي هو عارف حله جداً ما يقس ما يقس وممكن بعد كده لما يحل بعد كده الأسئلة يتذكر حاجة أو ربنا يفتح صح ما يكونش داع وقت تمام طيب سؤال بقى ده برضو للأمهات اللي بنها لحد دلوقتي لسه ملمش المنهج وفاضل 15 يوم تقريباً يعني يلحق يلم نفسه ويلم المنهج على قد ما يقدر لو اجتهد وعصر نفسه ولا خلاص كده صعب لا طبعاً أكيد يقدر أهم حاجة بس يبقى عنده النية أنه يزاكر أنت دورك في الفترة الأخيرة دي فيه ناس بتبقى شاطرة كترة جداً وتقع في الفترة دي خلاص ملت وزهقت وعملت لا أنت ده مش وقته وفي طلبة تانية بتبقى مستهى ضعيف بتجي في الفترة الأخيرة دي ويبدأ مستهى يعلى لأنها بدأ التركز أنت ممكن تلم الدنيا كلها في أسبوع بس أنت في شرط واحد يبقى عندك النية والثقة في ربنا أنك تقدر على الحكاية دي دايماً إحنا بنقول أنه أنت لو عملت اللي عليك أياً كان التوقيت اللي أنت اخترته أو الوقت اللي أنت اخترته ربنا هيبقى معاك ويكرمك خليك بس أهم حاجة بين قدر ربنا وأهم حاجة تراضي أبوك همك دول لو راضيتهم فربنا يكون معاك في كل وقت اللي امتحمة بيجيش صعب أنت بس صدرك كله أنك تبايل لربنا أنك خلاص نويت في واحد ببقى عصر ربنا وسبحان الله ربنا بيجي هديف في ليلة القادر فربنا غفظ له 33 و 80 سنة رغم النوع عاصي حاجة مش بتاعتنا بس أنت عندك النية أنك تبدأ مدام النية موجودة خلاص ابدأ ما تردتش اعمل اللي عليك إن شاء الله قبل الامتحان بعشر تيام معاك الوقت ومعاك الفرصة ابدأ اهتم شوية وابدأ اهدأ في مذاكرتك أنت مش خسران حاجة ولا أنت متأخر ولا أنت أنت مش في سباق ملكش دعو بحد خليك لنفسك خلي وقت وقتك وطاقتك لنفسك مدعوش تقول أصل زميلي سبيقني أصل هو أنجح ميني أصل هو أشطر ميني ملكش دعو بحد أنت خلي وقتك وطاقتك دايما لنفسك ما تغيرش من حد في حاجة عشان ربنا يجيب لك رسالتك في وقت محدد فبلاش تأخرها أنت بغيرتك من حد داما حب الخير لزميلك حب الخير لغيرك وربنا إن شاء الله يبقى في ظهرك وإكرمك